بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من هذا الشاب النظر الذي تجري مياه النعمة تتبدى على صفحة وجهه من هذا الشاب الذي يمشي في سكك المدينة فإذا برائحة الطيبة يسير عبقها في كل مكان حتى يتعرف الشبان على أن هذه الطريق مر بها أنظر الشباب مكة من هذا الشاب الذي يلبس هذه الحلل ويعتبر ميزة لكل جلسة يحضرها إن كل جلسة كان يقيمها هؤلاء الشباب في مكة للمسامرة إذا غاب عنها أنظروا فتية قريش تكون ناقصة من هو هذا الشاب الذي ترك كل هذا النعيم وترك كل هذا الخير وترك كل هذا الجاه وصار يتسمع الأخبار عن رجل خرج في مكة يسمى محمد يتسمع في المنتدات يسمع لهم ماذا يقولون وعما يتحدثون وعن أي شيء جاء جديد جاء به الرحمة للعالمين هذا محمد يدعو الناس إلى توحيد الله وترك عبادة والعياذ بالله الأوثان التي لا تسمع ولا ترر ولا تنفع ولا تتحرك ولا تنصر فإذا به تبدأ منافذ قلبه تستقبل بصائص من نور حتى آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وقد أسلم قبل أن يجمع النبي الرعيل الأول في دار الأرقم ليقرأ عليهم القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لكن لحساسية وضعه في العائلة كتم إسلامه وإيمانه على أمه أمي خناس بنت مالك وكانت امرأة قوية جلدة هي أجلد من الرجال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم هناك بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فاستقر الإيمان في قلبه من تلك اللحظة وصار يكتم بإذن الله تبارك وتعالى إسلامه وإيمانه لكن عيون قريش في كل مكان تترصد حركات هؤلاء خاصة تلك المريبة منها وإذا بعثمان بن طلحة وكان لازل على الشرك يراه ذات مرة يتسلل في الليل ويذهب إلى دار الأرقم ثم يراه المرة الثانية وهو يصلي الله 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 وتأكد أن مصعب بن عمير قد أسلم فذهب مسرعا ليبلغ هذا الخبر الطازج لأمه خناس بن تمالك فقامت أمه بحبسه حبسته ومنعت عنه الطعام ومنعت عنه الثياب وصارت تعذبه وتدعوه لترك هذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه تحين الفرصة وخرج منها فر فر من ذلك البيت هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة فلما عاد مع الأوائل الذين عادوا حينما سمعوا أن أخبار مكة قد تحسنت فإذا بهم يلاحظوا أنها إنما هي مجرد إشاعة أرادت بها قريش أن تعيد المهاجرين إلى الحبشة لكي تنكل بهم أكثر وأكثر عاد ليهاجر للمرة الثانية إلى الحبشة وبعد ذلك يهاجر إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضعه وقبل الهجرة أنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة حينما منع من الدعوة في مكة إذا به بعد أو قبل غروب الشمس الأيام أيام ما يسمى بالتشريق إذا بنفر ستة هناك نفر ستة من الأنصار قرأ عليهم القرآن فآمنوا به وفي السنة الثانية عشر جاء إثنى عشر رجلا وبايعوا بيعة العقبة الأولى لا إله إلا الله وبعدهم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أول سفير للإسلام على عهد رسول الله إلى المدينة لتهيئ الأجواء فيها لتهيئها لاستقبال رسول الله وأصحابه لكي تكون بهدى الدولة الإسلامية التي تنشر الهداية وتنطلق أنوار الهداية من عاصمة الإسلام الأولى لكي تشمل العالم أرسل سيدنا سعى مصعب بن عمير أو كما سماه النبي مصعب الخير أرسله لأعظم مهمة وأخطرها وانظروا إلى حبيبنا رسول الله الخبير بالقلوب العارف بالطاقات كيف يستأمن الشباب على أفقل وأجسم المهام مهمة الدعوة في المدينة وتحضيرها لكي تكون مهدى الدولة الإسلامية الله أكبر مصعب بن عمير مكث من سنة 12 للبعثة إلى 13 للبعثة وهو يدعو إلى الله تعالى فما ترك حيا من الأحياء ولا زقاقا من أزقة المدينة ولا سكة إلا جابها يدعو الناس إلى الإسلام يقرأ عليهم القرآن وكان قد نزل بمنزل أسعد بن زرارة الذي كان قد سبق إلى الإسلام وذات مرة وهو يجوب سكك المدينة ويدعو إلى الله إذا بأسيد بن حضير من سادات بن عبد الأيشهل يأتي مغضبا وبيده حربة يقول من هذا الذي جاء ليفسد علينا أحبابنا ويفرق بيننا من ها وذا لأذهبن إليه فذهب إليه وهدده وقال له وهو يصرخ في وجهه لماذا تغشونا لماذا تغشان في أماكننا لماذا تفعل كل هذا إما أن تتركنا وتبتعد عنا وإلا فصار يهدد فقال له برباطة جأش وثبات قل نظرهما يا أسيد هل لك أن تسمع مني فإن رضيت فذلك لك وإن لم ترضى تركناك وأبتعدنا عنك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أنصفت فجلس أسيد بن حضير رضي الله عنه فبدأ سيدنا مصعب بن عمير يقرأ عليه القرآن الله 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 فتغيرت أساريره وقال أسعد إنني رأيت ملامح الإسلام تنعكس على وجهه لا إله إلا الله فما إن انتهى حتى قال له ماذا عساه يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين قال يتوضى ويتشهد شهادة الحق فلما عاد أسيد فإن سيد بن عبد الأشهد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال والذي نفس سعد بيده لقد عاد إليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به لا إله إلا الله وكان قد أخبر أسيد سيدنا مصعب بأنه سيرسل إليكم سيدهم فإن استطعت بإذن الله وتوفيقه أن تتسلل أنوار الهداية بسببك إلى قلب سعد فلن يكون هناك بيت في بني عبد الأشهد إلا سيدخله الله هذا الدين فاصدق الله فيه فذهب إليه ثم تظاهر بأنه إنما يريد أن يرتاح من هذا الذي يغشان فغضب سعد وذهب إليه لكي ينهاه عما يفعله فيقول له كما قال لأسيد بن حضير هل تريد أن تسمع مني فإن رضيت وإلا اجتنبناكم قال أنصفت فجلس فقرأ عليه القرآن فأسلم ثم عاد إلى قبيلته وإذا به يدعوه بالإسلام فما أمسى ذلك اليوم وغربت شمسه حتى أسلم قومه أجمعين رجالا ونساء الحاصل أن مهمة مصعب الخير كانت ناجحة ناجحة إلى أبعد الحدود ولذلك ففي السنة التي تليها 13 جاء مع وفد البدينة ليبايع بيعة العقبة الثانية وفيهم تقريبا 73 73 71 رجل ومرأتان المرأتان المرأتان هم نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمر بن عدي الله أكبر فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه ويبنعوه مما يمنع أنفسهم ونساءهم وهم مستعدون لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلمون تبعات ذلك وأن من تبعات ذلك أن يقطعوا الحبال التي بينهم وبين جميع الخلق وأنهم سيحاربون الأبيض والأسود والعرب والعجم لأنهم كلهم لا يمكن أن يقبلوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا الله أكبر فهيأ بذلك المدينة لاستقبال رسول الله فبدأت الهجرة بعد هذا النجاح المبهر لهذا التلميذ الرائع هذا التلميذ الجليل الذكي الخارق رضوان الله تعالى عنه فهاجر أيضا هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشارك في غزوة بدر وكان له بإذن الله جوالات وصلوات وأصوالات رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات مرة بعد غزوة بدر والنبي يجلس في المسجد مع أصحابه حتى ترعى عليهم سيدنا مصعب من ذلك الباب فنظر إليه رسول الله نظرة إشفاق فقال للصحاب انظروا إن هذا الذي ترون كان أنعم فتيان قريش وأزكاهم وأنعمهم معيشة وانظروا إلى حب رسول الله حب الله ورسوله كيف صنعا فيه فنظرنا إليه فإذا به هو أشعف وإذا هو يضع على جسده يستره بإدام كبش جل كبش الله أكبر أين النعيم أين الريح الطيب كل ذلك تركه لله لنصرة دين الله للتضحية في سبيل الإسلام رضي الله عن أصحاب رسول الله وفي غزوة أحد لما خرج المشركون يتحرقون للانتقام وللثعر من قتلاء أسيادهم في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواء لسيدنا مصعب مصعب يحمل اللواء اللواء الأكبر لواء المهاجرين أعطاه لسيدنا عليه ولواء الأنصار أعطاه لسيدنا سعد بن عبادة أما اللواء لواء القيادة العامة فكان يحملها عن الجدارة واستحقاق سيدنا مصعب بن عمير حينما اشتدت المعركة وهبت رياح النصر في البداية خالف الرمات هذا الأمر ثم أنتم تعرفون بعد ذلك ما وقع وهنا ثبت صاحب الراية ولم يريد للراية أن تسقط أبدا وإذا بأعداء الله تعالى من المشركين منهم عبد الله بن الشهاب الزهري وابن قمئة كانوا يتحلقون ويبحثون كالمجانين في الساحة عن محمد أين يكون للانقضاض عليه ووضع نهاية وحد الله وأنالهم ذلك وقد عصمه الله حتى تبليغ دعوته لكن هذا كان يخيل لهم وكانت فرصتهم فإذا بهم يجتمعون عليه وإذا بسيدنا مصعب كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصرخ فيهم عليه رضوان الله ويقاتل عن يمينه وعن شماله ويصرخ فيهم حتى يلفت انتباههم إليه ليتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يقاتل قتال المرير فأحاط به المشركون ولأن الراية كانت مرفوعة لم تسقط ضربوه على يساره فسقطت الراية فلم يتركها تسقط فحمل الراية بيمينه فضربوه على ساعده الأيمن فأطاروا ساعده فسقطت فلم يتركها تسقط فحملها بعض ضي فجاء ابن قمئة وكان يعتقد أنه رسول الله وكلما كان أعداء الله يوجهون إليه هذه الضربات يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ولم تكن قد نزلت فإن الله كان يجري هذا المطلع من آية من كتاب الله سيتلوها المؤمنون إلى يوم القيامة يجريها الله على لسانه كأنه يقول ويعتذر لأولئك الذين تركوا الساحة مخلفين رسول الله وحده ليس معه من يدافع إلا النزل القليل كأنه يعتذر إلى الله تبارك وتعالى مما صنع أولئك فضربه ابن قمئة يعتقد أنه محمد فاستشهد في المعركة ورأسه إلى الأرض كأنه مستحي أن ينظر إلى الساحة ولم يعتذر لرسول الله 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 أكبر فأنزل الله تعالى قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكان ممن قضى نحبه هو مصعب الخير وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جثمانه رضي الله تعالى عنه فأرادوا تكفي له فلم يجدوا ما يكفنه به إلا برد إذا وضع على رأسه بقيت ساقاه وإذا وضع هذا البرد من جهته السفلى بقي صدره ورأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن من رأسه إلى ساقيه ثم يتم بإذن الله تورية ساقيه بالأذخر لم يأخذ حتى الكفن من هذه الدنيا أعطى كل شيء ترك الرياش والنعيمة في بيت العز العز في منطق أهل الدنيا أما العز هو العز الذي ناله ثم زهد في كل شيء ثم نجح في مهمة أول سفير ثم وطضى وهيأ الأجواء لاستقبال الصحابة ثم مهد عاصمة دولة الإسلام ثم شارك في غزوة بدن وأبل البلاء الحسن ثم ثبت يوم أحد صاحب اللواء المعقود ثم قاتل حتى لا يسقط ثم لم يأخذ حتى الكفن الله أكبر الله أكبر وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد الرحمن بن عوف حينما جاء له بإفطار بعد الصيام يوم الطويل الشديد الحر جاء ولده بإفطار فبكى حتى خضلت لحيته وامتنع على أن يفطر فقال له ولده أبعد كل هذا الصيام لهذا اليوم الطويل جئناك بإفطار وصرت تبكي فرفضت الإفطار قال ذكرت مصعب بن عمير أعطى كل شيء فلنبس تشهد لنبي أخذ حتى الكفن ما أرى أن حياتنا التي عشناها بعد إلا أن الله قد عجل لنا طيباتنا إني أخشى أن نكون يتحدث عن الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تزون عذاب الهون كان يرى نفسه أنه إنما أخر بعد أن جاءت كل هذه الخيرات كل هذه الخيرات وصب الله عليه من فضله أن ذلك ربما يكون على حساب الأجر في الآخرة رضوان الله عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم سلام عليكم يا أهل أحد سلام عليكم يا أهل أحد سلام عليكم يا أهل أحد وصلى الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين